عقد مؤتمر صحفي لمهمة إطلاق المركبة الفضائية المأهولة شينجو 15 صباح يوم الاثنين في قاعة ضونفون بمركز جيوتيان لإطلاق الأقمار الصناعية حيث أطلع المسؤولون الصحفيين على المهمة وأجابوا على أسئلتهم قال المتحدث باسم مشروع الفضاء الصيني المأهول جي تشي مين إنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية المأهولة شينجو 15 في الساعة 23 وثماني دقائق بتوقيت بيكين يوم 29 نوفمبر واستألف طاقم الرحلة من رواد الفضاء في جيون لون ودينج تشينج مين وشانج لو وسيكون في جيون لون قائدا لتلك المهمة ووفق المتحدث سيعمل ويعيش طاقم رواد الفضاء في المدار لمدة ستة أشهر وسيقوم بأعمال من ستة جوانب الجوانب الستة التي سيعمل عليها طاقم أولاً إجراء التحقق من إقامة طويلة العجل في المحطة الفضائية مكونة من ثلاثة وحدات ثانياً استكمال الفتح والتركيب واختبار 15 خزانة تجربية علمية وإجراء أكثر من 40 تجربة علمية وتقنية ثالثاً تنفيذ ثلاثة أو أربعة الأنشيطة الخارج المحطة الفضائية رابعاً التحقق من الوضع العملي لمقصورة الشحن والتعاون مع العرض لكمال ستة العمليات لخروج الحمولة خامساً إجراء لاختبار مناصة الروتيني وسياناتها وإدارة المحطة وسادساً تنفيذ التمارين للحماية للصحية وتدريب في المدار أوضح المتحدث أن طاقم رواد الفضاء تشينجو 14 يخطط لإكمال مهمة التناوب في المدار في غضون أسبوع والعودة إلى موقع هبوط دونغفان وخلال وجود طاقم رواد الفضاء تشينجو 15 في المدار سيستقبل زيارة والتحق مركبة الشحن الفضائية تيانشو 6 والمركبة الفضائية المأهولة تشينجو 16 ومن المخطط أن يعود إلى موقع هبوط دونغفان في مايو من العام المقبل موسيقى